وفي العراق حذر المرجع الديني الأعلى الإمام سيد علي السستاني من زيادة سوء الأوضاع والوصول إلى تقسيم البلاد إن لم يتحقق الإصلاح الحقيقي مؤكدا أن تنظيم داعش لم يتمكن من السيطرة على الأراضي العراقية لو لا استشراء الفساد في المؤسسة الأمنية وسوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر أكد مكتب المرجع الأعلى في العراق الإمام سيد علي السستاني أنه لو لا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولسيما المؤسسات الأمنية ولو لا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر لما تمكن تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على قسم كبير من الأراضي العراقية ولما كانت هناك حاجة إلى دعوة المرجعية العليا للعراقيين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات وقال مكتب المرجعية في بيان جاء ردا على أسئلة وردت إليه من وكالة الصحافة الفرنسية أنه إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي اليوم من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله وهنا تكمل أهمية القصوى للدعوة إلى الإسراع في الإصلاح التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا من جهته أكد ممثل مرجعية العليا في العراق السيد أحمد الصافي أنه ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث من خيار سوى المضي قدما في إجراء الأصلاحات الضرورية مشددا على ضرورة الإسراع في القيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام وشدد السيد الصافي خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف بمدينة كربلاء المقدسة على ضرورة دعم المكلفين بأداء مهمة محاربة الفساد وحمايتهم من أن يمسهم سوء من الفاسدين وأتباعهم ولا بد من الإسراع في القيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام ولا بد من دعم المكلفين بأداء هذه المهمة وحمايتهم من أن يمسهم سوء من قبل أولئك الفاسدين وأتباعهم يأتي هذا فيما شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المدن الأخرى مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بإصلاح الجهاز القضائي ومكافحة الفساد المالي والإداري فضلاً عن المطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين المقصرين